تجمع ألاف المتظاهرين المؤدين للفلسطين أو المؤيدين للفلسطينين قرب البيت الأبيض في واشنطن للتعبير عن غضبهم من الرئيس الأمريكي جيو بايدن والسياسات التي وصفوها بأنها شديدة لين تجاه حرب إسرائيل في غزة عزز البيت الأبيض الإجراءات الأمنية بإقامة سياج إضافي قبل التظاهرة التي شارك فيها متظاهرون من مناطق بعيدة مثل معين وفلاريدا مع دخول العدوان الإسرائيلية على غزة شهره التاسع تظاهر ألاف المؤيدين للفلسطينين قرب البيت الأبيض في واشنطن للتعبير عن غضبهم من الرئيس الأمريكي جيو بايدن وسياستها التي وصفوها بأنها شديدة لين تجاه الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة المتظاهرون هتفوا من العاصمة إلى فلسطين نحن الخط الأحمر ورفعوا لافتة طويلة كتبوا عليها أسماء الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبوا عليها خط بايدن الأحمر كذبة وقصفوا الاحتلال ليس دفاعا عن النفس ويتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة ويرى قسم من الأمريكيين أنه لا يفعل ما يكفي للتأثير في الحكومة الإسرائيلية والطريقة التي تنفذ بها العدوان على غزة ويدعم الرئيس الأمريكي إسرائيل بشكل غير مشروط منذ بداية الحرب في غزة لكنه اعتبر في مارس أن هجوما كبيرا على رفح الفلسطينية يشكل خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه وعلى الرغم من ذلك شنت إسرائيل غارة قاتلة على المدينة في مايو لكن البيت الأبيض اعتبر أن الخط الأحمر لم يتم تجاوزه الحكومة الأمريكية شددت الإجراءات الأمنية بالقرب من البيت الأبيض تحسبا لحشود كبيرة وواجه الرئيس جو بايدن اضطرابات في فعاليات حملة إعادة انتخابه بسبب هذه الاحتجاجات واستقال العديد من المسؤولين من إدارته بسبب سياسته بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة